عندنا رسالة أخرى أو عندنا موضوع آخر ما هو الموضوع الآخر إحنا بنتكلم إن ما هو علاج الإنزلاق الغدروفي بدون جراحة أو آلام الغدروف بدون جراحة بنقول إن إحنا بندي للمريض علاج الأول ولو مرتحش بنعمله حقن جزور الأعصاب كويس ولو هو عمل عملية قبل كده وعنده تلايفات بنعمله حقن جزور الأعصاب مع الأسطرة لو مرتحش في الخطوة نمرة 2 بتاعت الحقن بنعمله التردد الحراري اللي هو الخطوة نمرة 3 طيب وقلنا قبل كده إن إحنا لما بندي للمريض العلاج كده كويس المريض 40% من الناس بيرتاحوا يعني كل مية بنديهم علاج فيه 40 واحد بيرتاح ما بيحتاجش يحقن والبقائين بيعملوا حقن وبالنسبة لحقن جزور الأعصاب أو الحقن بالأسطرة نسبة النجاح 70% يعني كل مية مريض بنعمله الحق 70 بيرتاحوا 30 ما بيرتاحوش وإحنا ما بنبقاش عارفين مسبقا من 70 ومن في التلاتين اللي ما بيرتاحش بنعمله تردد حراري 90% بيرتاحوا 10% ما بيرتاحوش جميل جدا ابتدى زي ما انتوا بتشوفوا الحلقات بتاعت التلفزيون انتوا دوقتي بتتفرجوا وعندكوا وعي وعمالين بنقول معلومات في ده كترة من ناحية تانية بيتفرجوا على الحلقات دي بيتفرج على الحلقات ليه؟ والله يا إما بحسن نية يعني فيه كلام كويس اتقال فهو هياخده ويقوله للمرضى بتوعه وده راجل محترم ورجل مشكور وكل حاجة أو بيتفرج على الحلقات علشان يشوف هو الراجل ده بيعمل ايه؟ والناس بتتفرج عليه ليه؟ ومقتنعين بكلامه ليه؟ فنبتدي احنا كمان نركب الموجة اللي هو بيقولها إذا كان دي موجة فابتدينا نشوف حاجات المرضى اللي بيقولوها لي يعني كل المعلومات اللي بقالوها لكو دي المرضى بيجوا العيادة يحكولي كل البلاوي اللي بتحصل فييجي العلاج احنا بندي علاج التهاب الأعصاب يبتدي هو يمسك النقطة دي ويقولو ايه؟ ويدي له مسكن أو كورتيزون أو حاجة زي كده لا يا فندب المسكن والكورتيزون ليس علاج ولكنها أشياء مضر يبقى دي الخطوة الأولانية لما حد يدلس عليك خطوة العلاج اللي أنا بقولها فهو العلاج اللي أنا أصدي عليه ليس المسكنات ولا الكورتيزون نيجي للحقن بقى تمام؟ احنا بنتكلم ان احنا بنعمل حقن جزور الأعصاب صح كده؟ تبص تلاقيه هو ايه؟ يقولو ايه تعالا ما اديك حقنة في ظهرك فيدي له حقنة كورتيزون في ظهره في العيادة فابتدى المرضى أذكية يتفرجوا على الحلقات وفاهمين القصة دي فيقوموا رايحين للدكتور يقولو لا أنا هاخد حقنة في العيادة ده الدكتور محمد يسري بيعمل الحقن في المستشفى ما هو المريض مش عارف يا عيني المريض مسكين عايز الحاجة الصحة دي يقوم الدكتور يقولو ايه؟ يا سلام انت جت في جمل تعالا ما اديك الحقنة في المستشفى بس حتدفع اكتر فيقوم واخده على المستشفى يدي له حقنة الكورتيزون في ظهره بس في المستشفى خدوا بالكم من الكلام ده فانت تفكر انه هو عملك الحقن بتاع جزور الأعصاب اللي الدكتور محمد يسري بيقول علي ايه؟ لا ده هي برضو حقنة الكورتيزون بتاعت العيادة بس هو اخدك اديها لك في المستشفى ابتدى المرضى يبقوا اسكية اكتر وانت هتضحك عليها وتاخدني المستشفى لا ده الدكتور محمد يسري بيعمل الحقن في الأسطرة في أسطرة القلب او في المستشفى بجهاز اشعة كبير جدا يقوم الدكتور يغير اسلوبه معاي يقول له حاضر يدي له برضو حقنة الكورتيزون اللي كان حيداله في العيادة بس يداله في المستشفى ويدفعه فلوس المستشفى وكمان يجيب له يا عم جهاز اشعة حلو وظريف ويدفعك فلوس جهاز الاشعة حلو كده انت مبسوط قديني عملتلك الحقن هي هي برضو حقنة الكورتيزون او حقنة الابي ديوران تمام؟ او حقنة الابي ديوران فده التدليس اللي بيحصل حقن جزور الاعصاب لو حضرتك هتعمله خد استوانة خد سيدي معاك عشان نشوف الدكتور عملك ايه احنا مش عارفين نسلك معاهم يعني نقولك الحقن في المستشفى يودوك مستشفى ويديك برضو حقنة الكورتيزون فده نقوله الحقن في جهاز اشعة يجيب لك جهاز اشعة اللي انت عايزه طب احنا بقى عايزين يا دكتور سيدي استوانة تورينا انت حقنة ايه بالزبط حقنة ايه بالزبط حقنة ايه بالديرال بالكورتيزون او حقنة الضار ولا حقنة جزور اعصاب ده المهم جدا نينجل للمرحلة التانية التردد الحراري طبعا التردد الحراري ده جهاز وفي المستشفى وفيديوهات تبص تلاقي دكتور عجبته موضوع التردد الحراري فهو نازل يشتري حاجات للعيادة كده يلاقي جهاز بيعمل بتقنية التردد الحراري جهاز علاق طبيعي يعمل بتقنية زي جهاز ليزر بتاع العين بيعمل بتقنية الليزر وفيه الليزر بتاع الودان بيعمل كلها ليزر فيقومك كلمة ليزر او راديو فريكوينس او تردد حراري يقولك بس ده انا شفت الدكتور محمد يوسري ايه في التلفزيون والناس بتحب قوي وبترتاح عالتردد الحراري انا هجيب الجهاز ده مكتوب عليه تردد حراري واحطه عندي في مستشفى لو الناس غاوية تصرف فروس او حطه عندي في العيادة واعمل بيه جلسات علاق طبيعي بالتردد الحراري فيجيلي المريض كل ده انا عرفتم المرضى والله يعني يجيلي المريض يقوللي مانعملت تردد حراري اقولله عملت تردد حراري امتى يقوللي ده انا عملت 15 جلسة يانهارابيه ده جنون 15 جلسة التردد حراري نحن بنعملها مرة واحدة ازاي يعني ازاي واحد جاي يقولك ده انا عملت عملية بالمنذر 20 مرة بأنك عامل بدون جراحة طبعا هو بدون جراح بس كانك عامل عملية تعمله 15 مرة يقولك اه مش ده جلسات لا اتنصب عليه وجلسات العلاج الطبيعي بتاعت التردد الحراري اللي بتسخن على فكرة التردد الحراري مش سخن ما بيسخنش التردد الحراري ما بيسخنش فهم بيجيبوله جهاز علاج طبيعي بيسخن ويقولوله ده التردد الحراري أتمنى أن الرسالة دي تكون وصلت إحنا الوقت مر بينا بسرعة